أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المسيح والحل هارلكم آية من الكتاب المقدس أو كم آية كده الملاج جه بيقول إيه لا تخافي يا مريم لإنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية وبعدين يا يوسف ابن داود في موضوع تاني لا تخاف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم السؤال ليه شدد الملاك في الحلم اليوسف النجار على أن الطفل اسمه يسوع ومع المطوبة العزراء مريم قال لها أنه حيبقى اسم يسوع الإجابة موجودة في نفس الآية لأنه يخلص شعبه من خطاياهم الحلقة النهاردة بتتكلم عن اسم يسوع وقوة اسم يسوع طلب المسيح لها وكل المجد أن يستخدم اسمه في الصلاة وأي طلبة هنطلبها لازم نستخدم اسمه قال إيه؟ قال للتلاميذ إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله تعالوا نشوف لما استخدم القديس بطرس اسم يسوع بعد موت المسيح على الصليب وقيمته من الأموات في اليوم الثالث وصعوده إلى السماء القديس بطرس والقديس يحنة كانوا رايحين يصلوا في الهيكل لأوا واحد مولود من بطنه أمه مشلول كانوا بيشلوه ويحطوه عند الهيكل علشان يشحد الناس يعني اللي كانت بتعمل كده ولما شاف يحنة وبطرس قال لهم حاجة لله فقال بطرس ليه؟ قال له ليس ليه فضة ولا ذهب ولكن الذي ليه فإياه أعطيك إيه اللي إداه للراجل المقعد ده؟ بطرس الرسول عمل إيه؟ قال باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه ده الراجل المشلول من بطنه أمه قال له إيه؟ فاسم يسوع المسيح قم وامشي فتشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي شفتم اسم يسوع عمل إيه؟ اسمه في قوة قم الناس الأشرار من رجال الدين اليهودي والجنود أبضوا على بطرس يحنة وطلبوا منه إيه؟ إنه ما يجبوش سيرة الاسم ده تاني أبدا الناس الأشرار كانوا مرعوبين من مين؟ من اسم يسوع ده المسيح مات وأم الأموات وصعد للسبا يعني مش معاهم بس مش عايزين اسمه يتذكر لأن القوة في اسم يسوع عارفين يا جماعة مين اللي يكره اسم يسوع؟ أقول لكم بصراحة هو الشيطان وكل أعوانه لأن الشيطان مش عايز حد يعرف الاسم ده اللي ينبغي به أن نخلص عزيزي المشاهد مفتاح السمه هو اسم يسوع ويسوع هو الرب يسوع المسيح اللي كل من يؤمن به يخلص صلي واطلب في اسم يسوع حتى خلص أمين